تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعا رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أرفع إلى سموكم أسمى آيات التهاني والتبركات بهذا الشهر الفضيل داعيا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموكم ويرعاكم ويحقق لمملكة البحرين كل تقدم ورفع ويعيد هذه المناسبة الكريمة على أبناء المملكة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات إنه سميع مجيب ودمتم سموكم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي لابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بمزيد من التقدير على برقية سموكم الطيبة المهنئة لنا بحلول شهر رمضان المبارك وإنه ليسرنا في هذه المناسبة الكريمة أن نعرب لسموكم عن شكرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا داعيا الله عز وجل أن يعيد مناسبة هذا الشهر الفضيل وأمثالها عليكم وعلى شعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء